بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله هناخد الجزء الثاني من محاضرة البليدينج اند كلوتينج ديسوردرز هناخد بقى النهاردة الفاكتور الديفشينسيز او الكلوتينج ديسوردرز بيقولك بقى عندي امراض ورصية وعندي اكوايرد مكتسبة اللي هو رصية عندها حاجتين الهيموفيليا وعندي نوعين منها الاساسيين هيموفيليا ايه عند هيموفيليا بي انما اللي بعده المرض الثاني وده بيكون ودي هناخدها بالتفصيل تحت بعد كده الكلوتينج ديسوردرز ممكن تكون اكوايرد صفة مكتسبة نتيجة العيان ده بياخد او بتناول دراجز او عنده امراض مختلفة تعالى ناخد اول حاجة الكونجينيتل ده عبارة عن انهيريتد ديسوردرز مع امراض ورصية كان result from deficiency of number of factors ان هي بيكون فيه نقص في العوامل او الفاكتورز الضرورية او المهمة في عملية الكونجيوليشن كذلك اللي هي العملية الاكسترينسيب باثوين او نقص فيه اللي هو كان بيخلي البليتلتس انها تلزى البليدنج بقى لما يحصل خلل في الكواجيوليشن او في الكلوتينج بيختلف من انه بيكون ميلد لسيفير بيعتمد على ايه؟ على عوامل محددة specific clotting factor affected and the level of factor deficiency يعني بتعتمد على ايه الفاكتور اللي ناقص وبتعتمد على درجة النقصان بتاع الفاكتور ده the level of factor deficiency طيب تعالي ناخد اول حاجة بقى وهي الهموفيليا طيب سيقف هموفيليا ايه؟ هي انواع الهموفيليا اول حاجة هموفيليا ايه؟ اللي هي الكلاسيك هموفيليا وده بيكون ناقص في فاكتور 8 وده بتمثل 80% ل85% من كل الهموفيليا اللي هي هموفيليا ايه؟ بعد كده هموفيليا بيه وده اسمها christmas disease وده على اسم الولد اللي اكتشافوه فيه وده بيكون نسبة الهموفيليا بتكون من 10% ل 15% ونقص في فاكتور 9 طيب بعد كده هموفيليا C وده بيكون croting factor 11 ويه بارا هموفيليا ده croting factor 5 طيب تعني الدرس اول حاجة الهموفيليا ايه؟ اللي هي الكلاسيك او true هموفيليا ايه هو التعريف بتاعها؟ the most common type of هموفيليا which occurs 10 times more than هموفيليا B بقى هي ده اكتر نوع من الهموفيليا انها بتحصل وكمان بتحصل 10 مرات اكتر من هموفيليا B وامتين مرة من الانواع التانية من الهموفيليا اللي هي السي والبارا هموفيليا بيقولك ان هموفيليا A من 80% ل85% من كل الهموفيليكس it's hereditary disease مرض وراسي بينتقل transmitted as six linked disease على كورونسوم واحد it's manifested by males اللي هو بيتصاب مين اللي بيتصاب بالهموفيليا؟ الميلز الزكور بس بينتقل عن طريق مين؟ ان الام تكون حاملة للمرض transmitted by females affected males transmit the gene to all their female of springs يعني ايه؟ يعني الجيل اللي جاي بعد كده بعد ما الام صابت ابنها لما يتجوز وخلف بعد كده هيصيب كل الفيميل اللي هتطلع ده بيكون قولنا انها نقص في فكتور 8 وفكتور 8 ده اللي كان بيكون في الانترينسيك pathway اللي هو اتناشر اتناشر تسع تمانية بيكون نقص في فكتور 8 بيقولك ان انت بقى لما تيجي تعمل lab investigation prolonged activated partial thromboplastine time اللي هو PTT علشان الPTT ده كان بيئيس الانترينسيك pathway طيب ايه هي الاتيولوجي افو الهموفيليا ايه؟ اسبابها عندي اول حاجة ايما تكون ونصية ودي بتكون من نسبة 75% من الحالات ممكن تكون طفارات spontaneous mutations او ممكن تكون صفة مكتسبة ودي 25% من الحالات repeated بسبب مثلا نقل الدم الكتير repeated blood transfusion for management of certain blood disease لو انت بتنى الدم كتير عشان تعالج مرض معين ممكن يعمل لي ايه؟ may result in immunologic reaction ممكن يحصل لي reaction ضد المناعة وكده anti-butters are produced against factor 8 C الاتيباطس بتطلع ضد الفاكتور 8 فبيضمر factor 8 فبالتالي هيكون عندي deficiency factor 8 بعد كده classification of hemophilia according to the level of factor 8 أول حاجة لو سيفير يبقى factor 8 أقل من 1% وده العيام بينزف لوحده كده spontane وسبليدنج تانية حاجة لو factor 8 من 1% ل5% ده هيكون moderate والبليدنج مع mild injury لو حد يتعور حاجة خفيفة كده يحصل له bleeding لو من 5% ل25% ده mild البليدنج مع السيرجري أو لو حصل له تروم لو بقى صاب كده كان حاجة كده مش ملحوظة قوي من 25% ل50% of the mist اللي هو مش ملحوظ ليه؟ لأن الطبيعي بيكون من نسبته من 50% ل150% لما يجي L شوية عن لغاية الـ 25% يبدأ صاب كده ينزل شوية كمان لغاية الـ 5% ده ميل ينزل لغاية الواحد ده مدرة تحت الواحد بقى ده سيفير normal value هو factor 8C بيقولك 550% bleeding in hemophilia seems to stop immediately after injury as a result of normal vascular and blatant response يبقى بيقولك ان الـ bleeding في الهموفيليا ان هو بيقف على طول لو اعين الهموفيليا لما يجي يحصل له bleeding بيقف في ساعتها علشان استجابة تنمين للـ normal vascular و بس بعد ساعة افطر اناور ارمور او ازاد من ساعة اوزنج او رابد بلاتلوس ستارتس اند بريزست هيبدأ بقى ان هو يفقد الدم بعد ساعة فده اسمه delayed او دي طيب مش immediate تمام السيفيرتي بتعتمد على حاجتين قوة الترومة اللي تعرض لها ودرجة مقصان فاكتور تمانية عنده طيب الكنيكال فيتشارز بقى بتاع العيان تعالي هموفيليا مش بتفرق كتير او عن بعض اول حاجة بيقولك في الانفانت في الطفل الرضيع bleeding isn't severe during cutting the umbilical cord because they the baby has floating factors from the mother ولكن الام بتبصيله شوية floating factors فاكتور تمانية فلما تيجي تقطع له الحبل السرر وكده مش هينزف ليه عشان عنده شوية factors الام بسيط هالو طيب في ال لما يحصل لما يحصل للأسنان لما يجي يبدل الأسنان بتاعته وكده في حالة يبدأ يحصل شوية بعد كده ممكن بقى الجنجفة يحصل لها مرج بكمية فضيعة وتكون مطولة بعد كده ممكن يحصل له على على السكن تمام وممكن كمان في المناطق تانية زي والرقبة والنك الحاجات دي ممكن تكون بتهديد الحياة اللي هو الدم هيتيبس في المفاصل يحصل لفايبروزيس أو أنكيلوزيس الجوينتس تبقى فكس الجوينتس و بليدينج أفتر سيرجري رقم 6 تبقى بليدينج أفتر سيرجري أند تروما توث اكستراكشن أو مينور سيرجيك أوبريشن لو انت اشتغلت له يعني في أسنانه بعد ما تكون تعور أو عمل سيرجري مثلا أو انت خلعت له سنة ممكن يحصل سيفير هيموريج وممكن هيمورثروز ده تابس في المفاصل ودي الهيماتومة ودي الانكيلوزيس انجوينت ودي بيتيكا هي تنقرال ميكوزة وعندها جينجفل بليدينج عمال ينزله تمام بعد كاللابرياتور فايندينج هلاقي اي بقى هلاقي ودلوقتي فاكتور 8 ناقص فاكتور 8 ناقص يبقى الليفل فاكتور 8 سي هائسه وهتلاقيه أوليل وكمان البيتي تي فاكتور 8 أصلا بتاع الانترينسيك باثوي أوليل الدم هيتجلط بعد قدها هيكون برولونج دم هيتجلط بعد فترة طويلة طبعا لانه عنده سيولة انما هيكون نورمل هو اللي هو بتاع الانكسترينسيك باثوي تمام تمام تعال بقى فاكتور 8 سي عنده أخ اسمه ده أخ صغير عنده أخ كبير اسمه فاكتور 8 فونو البراند تمام يبقى فاكتور 8 فونو البراند فاكتور وفاكتور 8 سي فاكتور 8 سي ده بيقولك ان هو الأخ الصغير small molecule وده بيكون large molecule الفاكتور 8 سي بيطلع باي liver cells هنا بيطلع باي endothelial cells طيب الفاكتور 8 ده تبع مين تبع الكواجيوليشن كسكيد الانترينسيك باثوي انما فاكتور 8 فونو البراند فاكتور اللي هو ده اللي بيعمل اللي بيخلي اللي بيخلي اللي بيتلت انها تلزم لو ناقص هنا هيعمل لي ايه هموفيليا ايه لو فونو البراند فاكتور 8 ناقص هيعمل لي فونو البراند ديزيز او السودو هموفيليا بعد كده بيقولك لو انا عالقتها لديتو فاكتور 8 اتكان correct coagulation abnormality هموفيليا هتعالج له الحكاية bleeding time abnormality in vulnerable disease هيحصل بقى bleeding time هيكون عالي بعد كده بيقولك dental management of hemophilic patient ازاي تتعامل مع واحد عنده hemophilia اول حاجة بيقولك prophylactic measures to avoid surgery اللي هي حاجات قبل الجراح pre-operative procedures حاجات هتعملها قبل ما تشتغله اول حاجة انت تديله prophylactic measures to avoid surgery restriction of sugar انضيت قلل السكر في الاكل بتاعه تديله fluoride application على الاسنان oral hygiene يهتم بنظافة بقى كويس وتعمله scaling دايما بانتظام الفيرنج اللي هي الحشوات الoperative احسن طبعا من ال endotentic treatment او الاxtraction عشان تتجنب عملية bleeding ايد انت الprocedure تعمل bleeding لازم تعملها في الhospital بقولك ان العيان ده لازم يستقبل الpreparation بتاعته انها بتعتمد على حسب السيفيريتي بتاعت الهموفيليا او نقص الفاكتور اللي مسبب بالهموفيليا طيب اول حاجة انت هتديله ايه ده عبارة عن ايه بيقولك ان العيان جاي دلوقتي وعنده سيولة وعنده بليدنج عند حاجتين المستشفات بتاع بانا هتديله كيس البلازمة كده من غير ما تصفيه له وتديه له كامل انما المستشفات هتضيفة بقى هتجيب كيس الدم وكيس البلازمة وتتجيع فصلها ازاي هتتجيع حطها في بول كده بعد كده تفصله هتلاقي فيه رواسط تحت اسمها كيريو برسبتات وفيه كمان حاجات فوق الحاجات اللي بتنزل تحت دي فكتور تمانية والحاجات اللي بتطلع فوق دي دي اللي هي بتعود فكتور تسعة فانت دلوقتي لما تيجي فكتور تمانية اللي هي الحاجات اللي انت فصلتها تمام ليه بيعالج لان احنا قلنا ان هما اخين لبعض فكتور تمانية سي طيب كيريو برسبتات كنتينز فكتور تمانية اللي هي المترصبة برضو تحت فكتور تمانية سي وكمان فكتور فنول براند فكتور عند فايبر يبقى ده مليان فكتور وكمان في فكتور تمانية سي هتنقل فريش فروزن بلازمة هتنقل ديزمو بريسن وده بيزود انتاج فكتور تمانية بعد كده تران ترانيكزيميك اسد وده زي الكابرون ده بتعمله ازاي لما يكون عندك عيان عنده هميفوليا وخلع مسلا اا اكستركشن مسلا لاي سن عنده فهتلاقي عنده بليدينج على طول تعمل ايه انت تجيب اا مبوبة الكابرون دي وتكسرها على قطنة وتحطها في السوكت ده هتزود من تكوين الفايبرين وتقلل من تكسيره توق انهيب اللي بتتكون تمام تمام طيب وانت شغاله اول حاجة الانسيزيا بيقولك ان استخدم اللي هو غاز الضحك كانوا بيستعملوه زمان ان هو يخضروه علشان كان آمن ومش هيحصل بليدينج انا الجيسكس انستيد اف دا لوكال انسيزي بيقولك ان هو كان مخدر احسن من لوكال انسيزي احسن حاجة في لوكال انسيزي تجنب ان انت تخبط في النيرف بلوك تديه النيرف بلوك ليه ان انت ممكن تعمل ايه تخبط في البلوت فيسل ميتير بلوك بسجو ممكن تسبيب له الوفاء ولكن الانفلتريشن اقمن بكتير من النيرف بلوك عشان ما فيش بلوت فيسل تخبطه البابيلري والبردونتال انجيكشن بيكون اقمن ده السيفس ليه لان ما فيش مسافة في البردونتال لجمينت ان يحصل العظم والسينة والبردونتال لجمينت هو غضر مسافة صغيرة جدا بدلوقتي اول حاجة البردونتال انجيكشن بعد كي النيرف بلوك الجنرال الاناتيزية بقى بيقولك تنفق ما ينفعش استعملها الا في حالات ان انا ديت فكتور تمانية وعوضت بيقولك انت مثلا ما تيجي تعمل عملية وكده فانت لما تيجي تعمله تنفص صناعي فبتدخله انبوبة كده من بقه وتنزل في التراكية طيب انت داخل دلوقت جوه فممكن تعوره ويحصل جوه ويحصل نزيف فماقدرش يدخلها الا لو مديله فكتور تمانية ما فيش اي خطورة على الهموفريك بيشانس لو انت اديته تخضره بيه طيب لما تيجي تعمل لو اندو يقولك ان البلبيكتومي اندسيد وستيدس جوالي السيف لما تيجي تعمل البلبيكتومي احسن بكتير افويد ما تزوقش او انت تطول الفيلنج بتاعتك او الجات برك انها هتعد الابيكتومي بالبالبال بليدنج بالبيبر بوينت واحد على الف ابنفرن ان انت تجيب ابنفرن وتوقف النزيف عن طريق ان انت بتجيب زي ابنفرن تركيز واحد على الف على البيبر بوينت وتدخلها جوه الكنال استخدم الروبر دام عشان ما تعورش اللاثة تجنب ان انت تخبط الجنجفا وكده عشان ما يحصلش بليدنج استخدم الجنجفا وكون كمان ساتوريت زي الواحد على الالف ابنفرن قبل اي قريب من الجنجفا المارج تجنب استخدام ما تضغطش به جامد قوي عشان ما يعمل ليش ما توم رقم اربعة بقى في لازم يكون علشان تتجنب ان الفود يتحشر بعد كده وعمل لي وعمل لي وعمل لي وعمل لي بعد كده رقم خمسة اعمل اعمل خلع له في المستشفى عشان لو حصل اي بليدن مضاعفات شوف الهمجلوبين اللي عنده اسهوله واشوف كمان بلاد جروبينج فاكتور تمانية سيل علشان تقيم السفيرت بتاع المرض اللي عنده بقولك فاكتور تمانية سيل شوت بي ريز على الاقل من 50 ل70 في المية قبل الدين تاكتراكشن قبل ما تخلع له ومية في المية ترفعه له المية في المية في الميجور سيرجري بقولك بيكون خايفين ان هو يخلع او حد يشتغله في اسنان وكده تديه مهدئات سيداتيفز بيكوز اموشنال فاكتور سينفلوينس فيبرونيليتك اكتيفتي ليه لان الخوف بتاعه ده هيزود الفيبرونيليتك عاملية التحلل للجلطة اللي بتتكون بيقولك ان هو تجنب ان انت تروح لينجوال كتير علشان هينزف من لينجوال لينجوال تشوز ارهاي ليفاسكولر فبالتالي هينزف زي مغمورة في او ثرومبين حط الحاجات دي بعد ما تخرج عشان توقف بعد كده بيقولك الخياطة بقى وكمان علشان ان الدم يعني ما يطلعش لما انت تيجي تاكل وكده ما تقفلش قوي علشان الدم ما تزنقش جوه افو تايت تشو عشان ما حصلش وتزنق جوه معرفوش انت بس اتقرب تشوز من بعض كده لكن انت مثلا لو عامل عملية في البلد عايز حاجة تغطي بيها البلد لان انا مش هعرف الام وخياطه بيقولك في حالات البلد زي 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 يعني تحط حاجة عشان ما تكسرش الجلطة تتكون وكده بعد كده بيقولك البرودينتال ثيرابي انت تقدر تشتغل في البريو بعد ما تديره تمانية انت بتعمله بعد ما تديره كمان انت فايبرونيتك عشان ما حصلش بليدنج طيب بعد كده بقى بعد ما خلصطله اللي ممكن يحصل انت بتسيبه كمان في المستشفى لمدة اسبوع فور وفاكتور تمانية بتدهوله مرتين في اليوم انت بتتجنب الانفكشن انت بتديره انت بيوتك علشان الانفكشن بيكسر الفايبرين بتديره أورال بن السل لمدة عشر تيان تجنب انت تديره اسبرن عشان ما عملوش سيولة وكده كده عنده سيولة مكني يخشي لعا الجاية وعملي بليدنج نو هيمنع تجميع البليتلت برستامول اه تديره بقى برستامول لو العيان لاحظت عليه على مد عند ورم عنده هماتومة عنده دسفاجة صعوبة في البلع ده كله بيقولك ان هو عنده جوه كده الحمد لله خلصنا همفوليا ايه تعالا بقى ناخد همفوليا بي همفوليا بيقولك ودي من 10-15% من كل اللي همفوليا انما التنكات من 80% بيقولك ان بيقولك بيكون زيها والمود وفي النهيرة تنسو نفس الطريقة بتنتقل بيها بضة هنا بيكون فكتور كام فكتور 9 فكتور 9 يعني ايه عارفين نارج بول اللي انا قلتلكو ان تحت بيكون مليان فكتور 8 والبخارة اللي فوق طالع فكتور 9 ده اسم صوبرا نيتانت بعد كده فكتور 9 بيقعد من 18-24 ساعة 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 بيقعد من 19-24 ساعة 3-25 our بيقعد من 22-25 وقلنا ان النورمل بيكون من 50 ل150 كده الحمد لله خلصنا الجزء التاني من محاضرة ان انتم تكونوا استفدتم من حالات النهاردة ما تنسوش تصالوا على سيدنا محمد كان معكم دكتور تلويني يا الله سلام عليكم